فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله صلى الله عليه وسلم أصل هلاك بني آدم إنما كانت تنازع في القدر وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور الظلمة ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم وهذا مذهب كثير من من عطل الشرائع نعم هذا الاختلاف المهلك هو الذي أهلك الأمم السابقة كاليهود والنصارى لما اختلفوا في كتابهم ومثل المجوس الذين يعبدون النار المجوس هم أمة يعبدون النار ويقولون بخالقين خالق للخير وخالق للشر فالنور عندهم يخلق الخير والظلمة تخلق الشر فهذا اختلاف في القضاء والقدر ولم يقولوا إن القضاء والقدر إنما هو من شأن الله عز وجل ولا دخل للنور ولا للظلمة ولا لأي مخلوق في القضاء والقدر وإنما هو سر الله جل وعلا في خلقه وكذلك الصابئة وهم أتباع نمروذ الذين يعبدون الكواكب وبعث الله إليهم خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله ذلك في القرآن إنما هلكوا بسبب هذا الأمر وهو أنهم اعتمدوا على فكرهم وآرائهم وظنوا أن هذه الكواكب أنها هي التي تدبر الأمر والكون فبنوا لها هياكل على شكلها في الأرض وصاروا يعبدونها من دون الله ولذلك أنكر عليهم خليل الله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون مش حجتهم وجدنا آباءنا كذلك يفعلون هذه حجة فما جاءوا بحجة إلا التقليد الأعمى والعياذ بالله وكذلك مجوس هذه الأمة مجوس هذه الأمة وهم القدرية الذين نفوا القدر وقالوا إن كل مخلوق يخلق فعل نفسه ولم يقدر الله الكهر ولا الإيمان وإنما العبد هو الذي يخلق هذه الأشياء فالعبد يخلق فعل نفسه فزادوا على المجوس المجوس قالوا بخالقين وهؤلاء أثبتوا خالقين متعددين مع الله سبحانه وتعالى وأن كل يخلق فعل نفسه ولذلك سموا مجوس هذه الأمة لأنهم يشبهون المجوس بل زادوا عليهم